على خطى سلفه الموريتاني يكثف المبعوث الأممي البريطاني مارتين غريفث جولاته الدمولماسية من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة اليمنية لكن هذه الجولات رغم تعاقبها لا تفضي إلى شيء قدرت تشينها متاهة جديدة عنوانها السلام في رقعة جغرافية نازفة تتناهشها أطراف كثيرة بعد نحو أسبوع من زيارته للعاصمة المؤقتة عدن التقى جريفث الرئيس هادي في ظل تصعيد عسكري على الساحل الغربي تحديدا في الحديدة المشتعلة بالبارود وتداعيات الحرب الإنسانية التقى هادي جريفث وبحث معاً إمكانية وقف معركة الحديدة واستئناف مفاوضات السلام وإطلاق سراح المعتقلين وذلك من خلال عرض خطة تتضمن حلولاً سياسية وأمنية لم يخرج اللقاء بجديد لكن المبعوث الأممي المتفائل دائماً أعرب عن ارتياحه لما وصفها بالأفكار المطروحة من قبل الحكومة تقول وكالة الأنباء اليمنية سبا إن جريفث أكد على استمرار التشور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام والتأكيد على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة ولبلورة الأفكار هذه ومناقشتها شكل الرئيس هادي لجنة بإشراف رئيس الحكومة أحمد بن دغر قبل البدء في أي مفاوضات مباشرة مع الحوثيين تشدد الحكومة أنه لا يمكن البدء بالعملية السياسية قبل تنفيذ الجانب الأمني المتمثل بانسحاب ميليشيا الحوثي كما ينص القرار الدولي 22-16 ما سبق لا يبدو إنجازاً في مهمة الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق السلام في اليمن إذ يبقى الحل السياسي غائباً وعاثراً في ظل تصلب ميليشيا الحوثي وعدم جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في الضغط عليها لتنفيذ قراراته كما يبقى تفاؤل المبعوث الأممي محل اختبار قدراته في إسكاة صوت السلاح والدفع بالأطراف إلى طاولة الحوار وهي المهمة التي تعثر بها مبعوثان دوليان إلى اليمن في وقت سابق وها هو جريفث ثالثهم يروح مكانه